اشتركوا في القناة وايضاً هنعرج على قضية في هذه المحاضرة ان شاء الله هنتكلم على المحاور التالية في حاجة مهمة جداً نسميها الدبل هتروزايغاس و هنتكلم كمان على المناجم اول امر اللي هو ما هو تعريف السيكل سيل انيميا السيكل سيل انيميا نعرفها انها هي عبارة عن انيميا الانيميا هذي with normocytic normochromic resulting in extra and intravascular hemolysis due to hemoglobin S formation اذا هي انيميا الانيميا هي normocytic normochromic وبيحصل عملية destruction للRPCs بالextra or intracellular hemolysis ليش ناتج عن حاجة formation اسمها hemoglobin S طيب فيه نقطة مهمة جداً السيكل سيل انيميا نسميها او السيكل سيل ديزيز هي بتنتج لما يكون فيه hemozygous ما معنى hemozygous معناها انه فيه defect جين جاي من الاب وفيه defect جين جاي من الام فنسميها hemozygous او قضية السيكل سيل تريت وذي بنقول عليها هتروزايغس هتروزايغس يعني انه فقط في جين واحد defective سواء جاي من الام او جاي من الام طيب النقطة المهمة جداً لما نقول هتروزايغس زي ما قلنا فيه only one defect جين في defect جين جين سليم تماماً ما فيش فيه اي مشكلة بيطلع الهيموغلوبين ايه بشكل طبيعي والجين الثاني حصل فيه mutation فتحول في الميوغلوبين الغلوتاميك اسيت تحولت الى فالين فتحول الى هيموغلوبين اس وحنعرف بعد شوية كيف تحول الى هيموغلوبين اس هنا نسميها بالتأكيد سيكل سيل النقطة الثانية اللي هي الهيموزايغس هيموزايغس زي ما قلنا انه two genes defective واحد جاي من الاب defective gene حصل فيه mutation والثاني جاي من الام defective gene حصل فيه mutation فبالتالي نقول عليها هيموزايغس والهيموزايغس اكيد في الاثنين هيحصل استبدال او تغيير الاغلوتاميك اسيد الامينو اسيد الى فالين في التو جين وبالتالي حينتج هيموغلوبين اس هنا حنسميها عملية نقطة الثانية المهمة جدا انتشار السيكل سيل في العالم هو بالتأكيد منتشر في قضية في الوست افريكا في قضية النيجر وفي قضية نايجيريا وفي كودوار وفي عملية ظينيا وفي سينيغال كل عملية الوست افريكا كمان منتشر في وسط الهند ومنتشر كمان في جنوب الهند وأيضا في الحقيقة في الجزيرة العربية منتشر بالتأكيد في بلادنا ومنتشر أيضا في المملكة العربية السعودية النقطة المهمة الثانية عاوزين نعرف بهدوء الباثوفيسيولوجي للسيكلين خطوة خطوة تعالوا نمشي فيها أول أمر أنه كباثوفيسيولوجي أنه بيحصل عملية ميوتيشن في قضية في الجين فيحصل عملية أنه الأمينو أسد بيتغير في الرقم 6 الأمينو أسد رقم 6 بيحصل ميوتيشن في النكلوتايد فيتغير من جلوتاميك أمينو أسد إلى عملية الفالين تخيلوا النورمال هيموغلوبين نقول عليه هيموغلوبين A مع أنه اللي تغير الفالين نفس الهيموغلوبين A تماما تماما تغيرت فيه فقط أمينو أسد واحدة فمعد نسميه هيموغلوبين A نسميه هيموغلوبين S فالهيموغلوبين S حيتحول الآتي حتتحول الأر بي سيز اللي كانت باي كونكيف حتتحول إلى شكل سيكل فسبحان من خلق التحول هذا نتيجة ميوتيشن في وان أمينو أسد فبالتالي حيتحول إلى فالين ومن هنا حيصبح هيموغلوبين S اللي شكله شكل منجلي أو نسميه عملية سيكل هنا في نقطة مهمة جداً النورمال هيموغلوبين نقول عليه سوليبل النورمال هيموغلوبين هيتحول إلى هيموغلوبين S اللي هو انسوليبل وهذا الهيموغلوبين S هيتحول بعدين إلى قضية السيكلينج والسيكلينج ده يصبح الريفرسبل عشان يحدث هذا التحويل احنا محتاجين تعالوا نتكلم عليهم خطوة خطوة الخطوة الأولى أنه نورمال هيموغلوبين اللي هو سوليبل حيتحول إلى هيموغلوبين S اللي هو انسوليبل النورمال هيموغلوبين اللي كان فيه الجلوتاميك أسد الطبيعي هو هيدروفلك أي محب للماء لو ما يحصل فيه ميوتيشن في الجلوتاميك أسد اللي هو 6 أمينو أسد ويتحول إلى فالين حيصبح هيدروفوبيك أي كاره للماء هنا نقطة مهمة هتحدث هذا الميوتيشن اللي حصلت في الأمينو أسد وتحول من جلوتاميك أسد إلى فالين حيؤدي إلى أنه يحدث حاجة مهمة جدا نسميها فورميشن أبوكيت في جزء الهيموغلوبين بهذا الشكل شايفين هذا الجزء الهيموغلوبين تحول فيه عملية ما نسميها بقضية فورميشن أبوكيت يعني فيه كأنه جيد تكون نتيجة للميوتيشن هذا اللي حصل النقطة الثانية أنه هذا أمامكم جزء الهيموغلوبين وقلنا أنه حدث عملية في بوكيت حدث نتيجة لأنه تحول من جلوتاميك أسد اللي هو الهايدروفاليك إلى هيدروفاليك اللي هو الفالين الآن نفترض الآتي نفترض أنه حصل دي أكسوجينيشن لجزء الهيموغلوبين ده لما حصل دي أكسوجينيشن اللي حيحصل كالآتي حيحصل أنه يعمل فورميشن الدي أكسوجينيشن حتحدث أنه في جزء الهيموغلوبين يحصل formation developments هذه الفيلمنتز مهمة جدا هاي شايفين حصل formation developments هذه طبعا في الهيموغلوبين الآن الآتي هذا الاستراخشن اللي قدامكم اللي حيحصلك الآتي انه حيحصل عملية الفيلمنتز دي اللي تكونت حيحصل لها insertion في البوكت فهذا حيؤدي الى ايش حيؤدي الى انه يتكون polymers of hemoglobin فبالتالي نسميها عملية polymerization of hemoglobin فكل جزيئات الهيموغلوبين تتحول الى polymers نتيجة اللي قضية انه حصل عملية الاول formation لقضية البوكت وبعدين حصل deoxygenation وحصلت عملية فيصبح عملية الفيلمنتز يحصلها insertion في البوكت فيتكون عملية polymerization of hemoglobin النقطة الثالثة ان ال polymerization of hemoglobin ذا حيتحول عملية حيخلي الار بي سيز تتحول الى cycling ذا في البداية حيكون عملية reversible يعني الار بي سيز طبيعية تتحول لسيكلنج وترجع طبيعي وتتحول لسيكلنج وترجع طبيعي لكن مع مرور الوقت حتتحول حاجة بنقول عليها irreversible وبالتالي irreversible خلاص حتصبح سيكلنج ما عدتترجعش لعملية النورمال الار بي سيز اللي هي البايكون كيف النقطة المهمة في ال polymerization لانه لكم انت تتصوروا الان كل الهيموجلوبين بشكل polymers هذا ال polymerization of hemoglobin بيخلي shape of RBCs تتحول الى قضية السيكلنج النقطة الثانية النقطة المهمة جدا انه الان احنا اتفقنا انه hemoglobin S الانسوليبل لو حصل اكسبوزد لهذا الهيموجلوبين S لقضية هيبوكسيا او قضية أسيدوزيس او قضية ديهايدريشن حيحصل له polymerization ال polymerization ذا حيؤدي الى ان الار بي سيز تتحول الى سيكلنج وهذا السيكلنج حيكتسب صفة الرجد حتكون الار بي سيز هنا الرجد لانه شكلها تتحول الى سيكلنج النقطة الثانية المهمة جدا في منتهى الاهمية الان لكم ان تتصوروا حصل سيكلنج واصبحت الار بي سيز رجد النقطة الثانية اكيد هيحصل عملية سيولر ديهايدريشن لانه تغير شكل الار بي سيز النقطة الثالثة انه السيكلنج له صفة مهمة انه بيعمل عملية ادهيجن في الاندوثيليال سي للبلود فيزل يعني عنده صفة انه يحصل له ادهيجن على عملية البلود فيزل النقطة الثالثة بالتأكيد لان قد اصبح شكلها شكل عملية منجل او شكل سيكل فحيحصل ديكريز في الديفر مابيلتي هذا كله حيؤدي الى ايش حيؤدي الى تكون حاجة في منتهى الاهمية يسموها مايكرو امفاكتز ما معناها؟ معناها انه حصل بلوك للسمول بلود فيزلز هذه نسميها نسميها كده نسميها فازو اوكلوجن اذا ما هو الفازو اوكلوجن فازو اوكلوجن انه اصبحت هناك في معايا سيكلنج حصل عملية سلور ديهايدريشن حصل عملية انه السيكلز دي عندها قدرة انها تلتصق او ستاق تعمل على عملية الاندو على البلود فيزلز بالاضافة لانها سيكلنج حصل ديكريز في الديفر مابيلتي فبالتالي دي حتصد قضية حتعمل بلوك للسمول بلود فيزلز نسميها مايكرو امفاركس بعد هذه نسميها نسمي هذا كله نسميه فازو اوكلوجن النقطة المهمة جدا الآن الفازو اوكلوجنز ده هيحدث الآتي احنا اتفقنا قبل شوية ان السيكل سيل لو ما تصبح سيكل تصبح ريجد فنقول عليها ريجد سيكل سيل ار بي سيز هذه الريجد سيكل سيل ار بي سيز هيشوفها السبلين غريبة يعني ريجد فحيروح السبلين يتخلص منها ويعملها ديستراكشن ويحصل عملية هيمولوسيس نقول عليها اكسترا فاسكولر هيمولوسيس هذه الاكسترا فاسكولر هيمولوسيس تمثل سبعين في المية الديستراكشن من السيكل سيل هذه الخيار الاول أو السكة الأولى السكة الثانية أنه الفازو أكلوجينز ده ممكن يحصل أجريجيشنز للسيكل يحصل لها أجريجيشنز في الفيزل فلو ما يحصل لها أجريجيشن في الفيزل يحصل لها ديستراكشن وبالتالي لأنه حصل لها ديستراكشن في داخل الوعاء الدموي فيحصل إنترافاسكولر هيموليسيز هذا يمثل 30% من الهيموليسيز بالنسبة للسيكلينج النقطة الثالثة وهي مهمة جدا طبعا الأثنين عمليات سواء حصل إكسرافاسكولر هيموليسيز أو إنترافاسكولر هيموليسيز دي نسميها هيموليتيك كرايسيز النقطة المهمة جدا انه لكم انت تتصوروا الآتي انه الآن حصل أكلوجين في السمول كابلاريز طبعا خلاص أصبح السيكل هنا إرافيرسابول فيها اهتمال يحصل اكلوجينز في السمول كابلاريز طيب ايش اللي حينتج لو حصل عملية اكلوجين في السمول كابلاريز حتنتج حاجة مهمة نسميها فازو اوكلوسيف كرايسيس إذن الآن معنا تو كرايسيس اللي هي قضية الهيموليتك كرايسيس والفازو اوكلوسيف كرايسيس تعالوا نشوف عملية يعني الوضع الكارثي لقضية الفازو اوكلوسيف كرايسيس ووضع فضيع جدا لكم أن تتصوروا لو حصل اوكلوجين في السمول كابلاريز في البريم هيحصل استروك فتخيلوا بيشنت عنده سيكل سيلانيمي يحصل له استروك ويحصل له ديث واحدة من الأشياء اللي مسؤولة انه يحصل له ديث النقطة الثانية لكم أن تتصوروا لو حصل عملية الاوكلوجين يعني جمعت السيكل سيد جمعت 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 وعملت اوكلوجين لسمول كابلاريز مثلا البلود سبلاي اللي بتغذي ريتنا هيحصل عملية حاجة كاركترستيك يقولوا عليها عملية الصدن بلايدنس يعني يحصل عمى مفاجئ النقطة الثالثة مهمة جدا انه لو حصل عملية انه تجمعت السيكل دي جمعت جمعت وعملت اوكلوجين لسمول كابلاريز في الهارت هتعمل حاجة مهمة جدا نسميها الاكيوت كوروناري سندروم وبالتالي هتؤدي الى مايو كارديا الانفاركشن طيب لو حصل انه الاوكلوجين في سمول كابلاريز ان السيكل زيد جمعت جمعت وعملت وراحت لللنج هتعمل حاجة مهمة جدا اسمها اكيوت بلماري سندروم ايش اللي يحصل في معنى الفيولاي في اللنج فالالفيولاي دي حصل عملية إنه البلد فلو حصل له بلوك فبالتالي دي حيحصل لها كل لابس وحيحصل عملية النكروزيس وبعدها البيشنز ده حيشعر بعملية بفيفر وحيشعر بكف وحيحصل هيموكتسيس وحيحصل عملية ديسنيا فدي وعلى فكرة واحدة من الأشياء اللي هي بتؤدي للوفاء إنه يحصل عملية الأكيوت بلوموري سندروم طيب نقطة أخرى مهمة جداً لكم أن تتصوروا لو حصل عملية الأوكلوجن في قضية في السبلين يعني جاءت سكل 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 وتجمعت مع بعض وسدت السبلين السبلين معناه أمرين مهمين إنه في مكان الأرتري اللي بيدخل البلد إلى السبلين ويحصل له فلتريشن ويخرج عبر الفين خلونا الآن نتكلم على لو حصل عملية نسد الفين أو هذه جاءت عدة سكل وسدت قضية الفين إيش اللي يحصل بالمنطق الآن الدم حيتجمع في السبلين ومش قادر يتصرف في السبلين على طول حيحصل هيوج سبلين وميقالي طبعاً الهيوج سبلين وميقالي ذا يسموها كده يسموها بولينج أو بلد يعني بركة بركة أو برك من الدم موجودة داخل السبلين طبعاً هذه حتعملنا نوع ثالث من الكرايسيس يسموها سيكوستريشن أوف كرايسيس وطيط طبعاً في منتهى الخطورة ليش؟ لأنه الدم ذحين راح إلى عملية السبلين وما قدرش يتصرف فبالتالي حيحصل سيفير هايبوتينشن وحيحصل عملية الهايبوفوليمك شوك وحيحصل ديث طيب لكم أن تتصوروا لو حصل العكس أنه السكرزي تجمعت وسدت الأرتري لو ما سدت الأرتري بالمنطق إذن ما فيه دم يدخل للسبليم فأيش اللي حيحصل حيحصل عملية أنه انفاركشن لأنه ما فيش بلد بتروح للسبليم الانفاركشن ده حينتج عنه فايبروسيس وحينتج عنه أتروفي ولذلك نسميها أوتوسبينوكتومي كأن السبليم ذانشان لأنه خصاص حصل له فايبروسيس وحصل له أتروفي طيب النقطة المهمة جدا في قضية الأوتوسبينوكتومي أنه حيكون في ريسك لأنه الكابسوليت الأورجنزم زي ستريب تنيموني وزي هيموفولاس انفولوانزي دول حيعملوا انفكشن ولذلك واحدة من الأشياء المهمة أن نحن نوصل لمرضى أنهم يأخذوا باكسين أجنز ستريب تنيموني وأجنز هيموفولاس انفولوانزي النقطة الثانية مهمة جدا طبعا دي نشوفها في البريفرال بلد لأنه أساسا زي ما قلنا السبليم يعمل فلوما تيجي الاربي سيز بتروح السبليم السبليم بتكون في بقايا دي اني السبليم بيروح بيشيلها لآن خلاص ما عد فيش السبليم أصبح عندنا أوتو سبينكتومي فبالتالي حيبان في البريفرال بلد حاجة نسميها الهول جولي باديز ان بريفرال بلد دي دلالة أن ده السبليم خلاص ما عدوش موجود النقطة التي بعدها وهي نقطة مهمة جدا حصل الاكلوجينز ده في الكيدني فتخيلوا حصل مايكرو انفاركشن في الكيدني الاكلوجينز في الجينة الميل تخيلوا الطفل لا زال طفل يعني عمره سبع سنين ولا تسع سنين أو حتى أدلت لو حصل عملية بلوك في البلد فيزيلز الآن البلد فلو يحصلوا بلوك من القضيب فما يقدرش البلد فلو خلاص يغادر لأنه نسد بعملية بالسكل فحتحصل حاجة مهمة جدا يسموها كلا يسموها برولونج بينفول يحصل انتصاب للقضيب ويكون عملية انتصاب يعني مؤلم بشكل كبير ممكن يؤدي إلى قضية الجنجرين هذا يسموها يسموها كذا يسموها برايابيزم البرايابيزم ما معناها معناها برولونج بينفول اريكشن النقطة الأخرى أنه لو حصل قضية في البون البون حسحصل فيه أمرين مهمين الأمر الأول حسحصل استومالايتس بالستاف أوريس وبالسلمون طيب حنسأل أنفسنا أوريس وبالسلمون اللعب لسببين السبب الأول أنه حصل أوتوس بالنكتمية فبالتالي المناعة قلت السبب الثاني وهو السبب المهم جدا أنه لو حصل عملية انسدت عملية الانتستن بعملية بالسيكلز دي هيحصل اجريجيشن وبالتالي حتعمل عملية بلوك للبلود فلول للانتستن وبالتالي حيحصل عملية نكروزيس ولو ما يحصل نكروزيس بتصبح النفاذية حق الانتستن عالية فيحصل حاجة بالنسلمية انكريز في البرمابلتي هذا الانكريز في البرمابلتي حيخلي عملية الأورجليزم دي أنها تروح للبون وتعمل الاستيومورايتس بالذات بالتأكيد اللي هي قضية السلمونيلا طيب البون في نقطة ثانية مهمة جدا لكم أن تتصوروا لو قضية أنه سد السيكلز دي اللي جمعت سدت قضية عملية البلود فيزلز اللي هي رايحة للبون فهيحصل حاجة اسمها avascular necrosis وبالتالي هنا نقطة مهمة جدا في الفيمر الفيمر أو بالنك of the femur يحصل له فراكشل ليش يحصل له فراكشل لأنه وزن الجسم هو قائم على الفيمر فبالتالي خلاص حصل نكروزيس فبالتالي على طول حنشوف أنه حيحصل فراكشل في قضية الفرمر الهيد وبالذات زي ما قلنا في عملية النك of the femur طيب في لقطة مهمة جدا كمان في البون هذه طبعا اللي تمت في الأدلت لكن بالنسبة للأطفال يحصل عندهم حاجة مهمة اسمها dactylitis dactylitis بتحدث عملية في الاكسترماتيز طبعا يوجول بتكون في الفينجر حصل عملية أنه جمعت السيكل جمعت فسدت البلود فيزلز فبالتالي حيحصل سيفير بين في الفينجر وحيحصل dactylitis وذي زي ما قلنا في الآن احنا أخذنا في الكرايسيز حقيقة هم ثلاثة أخذنا الهيموليتك كرايسيز وأخذنا سيكوستريش كرايسيز واللي هي اللي تكلمنا عليها بإسهاب اللي هي الفازو أكلوزي كرايسيز ممكن يحصل كمان أبلاستيك كرايسيز سواء أبلاستيك كرايسيز هيحصل نتيجة أنه البولمرو شغال شغال وبالتالي الفولك أسد ده هيقل عليه وحيحصل بالتالي أبلاستيك أو أنه أصيب بفيروس المريض اللي هو البرفوفيروس فكمان تخيل وحيحصل أبلاستيك كرايسيز نتيجة لقضية الإنفكشن بالبرفوفيروس طيب الآن عاوزين نشوف السيكل سيل تريت احنا تكلمنا بإسهاب على قضية السيكل سيل الأنيمة تعالوا نشوف السيكل سيل تريت احنا لما قلنا تريت قلنا عنه أنه هيتروزايغس ما معنى هيتروزايغس أنه فقط جين واحد حصل جين سليم وجين واحد فقط اللي حصل فيه قضية اللي حصل فيه الميوتاشن وبالتالي نقول الجين ده يطلح هيموغلوبين هنا تخيلوا وما في ديزيز ولوما نروح نشوف إلكتروفريسيز نحصل هيموغلوبين ايه أكثر من 50% وبالتالي نسميها سيكل سيل تريت وغالبا المريض ده مش هيحصل عنده أي شي لكن في فاكترز بتليب تو سيكلين في الناس اللي هما سيكل سيل تريت ما هي هذه العوامل العامل الأول اللي هو الهاي تيمبريتشر لو تعرض هذا المريض اللي هو سيكل سيل تريت الهاي تيمبريتشر هيحصل الهاي ألتتيوت بشكل عام الارتفاع عن سطح البحر لمسافات طويلة هيقل الأكسوجين ولذلك السفر بالطيران لساعات طويلة يفترض ممنوع على هؤلاء الأشخاص لأن السفر يعني لساعات طويلة والتحليط في مسافات مرتفعة جدا حيؤدي لأن الأكسوجين يقل وبالتالي الشخص ده سيكون بريدز بوز إنه يحصل له السيكلينج النقطة الثالثة من العوامل اللي تؤدي للسيكلينج في السيكل سلتريت إنه لو مريض تعرض لفترة طويلة من التخدير ممكن يحصل عنده عملية السيكلينج النقطة الرابعة وهي نقطة مهمة أيضا اللي هي البيروفيت كاينيز ديفيشنسي بيحصل البيروفيت كاينيز بيحصل لكم أن تتصوروا الآن البيروفيت كاينيز أساسا هو بيستهلك عملية بنسميها كده نسميها التو ثري ديفيسفو بيستهلكها فلو حصل ديفيشنس في البيروفيت كاينيز حتزداد عملية التو ثري اللي هي ديفيسفو بيليسريت لو ما تزداد إيش اللي حيؤدي حيؤدي إنه زيادة التو ثري ديفيسفو بيليسريت حيؤدي إلى إنه يحصل عملية تايت بايندينج للأكسوجين بعكس لو تلاحظتم هنا في الصورة هذه طبعا الوضع الطبيعي اللي فيها لقضية البايندينج لكن لإنه زادة التو ثري ديفيسفو بيليسريت حيؤدي إلى إنه البايندينج حيكون تايت لي ليش هنا زاد التو ثري ديفيسفو بيليسريت لإنه البايروفيت كاينيز ما عدوش موجود في بالتالي حيتراكم التو ثري ديفيسفو بيليسريت ولو ما يتراكم حيعمل عملية تايت بايندينج بالنسبة لقضية الأكسوجين وحيحصل عملية very low oxygen affinity or hypoxia حتكون predisposing للسيكلين نقطة خامسة وهي نقطة مهمة infections أي infections الأورجنزم بيعمل عمليات استهلاك للأكسجين فاستهلاك الأكسجين حيوفر وسط hypoxia فبالتالي حتؤدي لقضية السيكلين طبعا الناس المصابين بالسيكل سيلتريت دول سبحان الله protected against malaria infection الآن تعالوا طبعا كيف نشخص عملية السيكل سيلتريت نشخصها نعمل سيكلينج تيست فالسيكلينج تيست يطلع positive فبالتالي إذا نروح نعمل عملية السيكلينج تيست فهيطلع positive ونقول إن شخص ده عنده سيكل سيلتريت أو طبعا نعمل عملية القضية بالإلكتروفريسس الإلكتروفريسس هنا طبعا استخدمنا الكابلري إلكتروفريسس وزي ما قلنا في محاضرات السابقة هي الأفضل وهي اللي مفروض تستخدم لكم أن تتصوروا طبعا السيكل سيل كهيموغلوبين سيل كهيموغلوبين S بيكون around 40% فهينا طالع 41.1 واللي هيموغلوبين A زي ما أنتم شايفين طالع 54.7 النقطة المهمة جدا جدا مهمة تخيلوا أنا لو ما أستخدم الكابلري إلكتروفريسس specific للأس فبالتالي لو طلع زون specific للأس خلاص إذا موجود ما عادي داعي أستخدم عملية السيكلينج ترست ده بالنسبة لقضية الدايجونوسس بالنسبة للسيكل سيل تريت النقطة مهمة بس تكون في البال إحنا اتفقنا أنه الهيموغلوبين S بيكون around 40% ساعات ممكن نجي نشوف أنه قدوء 20% هنا لابد لما نشوف أنه نقص في مريض سيكل سيل تريت إلى 20% لابد نفتش على ION deficiency anemia والألفة ثلاثيمية ليش؟ لأن ION deficiency anemia والألفة ثلاثيمية بيعملوا عملية decrease في قضية في الهيموغلوبين S يعني فبالتالي بيقل إلى 20% فهذه واحدة بالأشياء اللي نفكر فيها النقطة ثانية مهمة جدا أنه سيكل سيل تريت هو أساساً ما نكتشفوش إلا بالصدفة يعني مثلاً ناس شاب وشابة راحوا يعملوا فحص ما قبل الزواج فيتفاجئ أنه عنده سيكل سيل تريت ولذلك لابد نوصي أنه لابد أنه يعمل عملية قضية فحص ما قبل الزواج حتى نستبعد السيكل سيل لأنه حتحصل مشكلة كبيرة حتكلم عليها حتكلم عليها كيف حتنتقل إلى قضية الأبناء طيب لآن تعالوا نشوف الجنتي كاونسلينج لو لكم أن تتصوروا مرأة الزوجة نقول أنها سيكل سيل تريت يعني حاملة عملية الدفكت في جين واحد والزوج سليم ما عنده مشكلة لكم أن تتصوروا 50% حيكونوا هيلثي من الأولاد وخمسين في المئة حيكونوا تريت طبيعي لكن المشكلة أنها حتزود قضية التريت في المجتمع لكن نقطة الأخطر واللي لابد نعمل حسابنا فيها أنه لو الزوجة كانت سيكل سيل تريت والزوج كان كمان سيكل سيل تريت حامل للديزيز لكم أن تتصوروا 25% من أي ولادة حيكون عرضة أنه يصاب بسيكل سيل أنيميا أو سيكل سيل ديزيز وهنا كارثة بشكل كبير لكم أن تتصوروا اللي قلنا عليها الفازو أكلوسيف كرايسيس كم حجم المعاناة بالنسبة لهذا المريض ومن هنا يعني لزاما أنه أي اثنين حيتزوجوا سواء مثلا رجل ومرأة حيتزوجوا لابد أنهم يعملوا عملية فحص ما قبل الزواج حتى نستبعد قضية الهيموغلوبين اس كيف نعملها بداغانوس السهلة جدا هذا السكيم اللي تكلمنا عليه واللي شرحناه احنا كله اليوم كلامنا فقط على قضية نورموسيتك نورموكروميك وإحنا قلنا أنه فيه انترافاسكلر بالنسبة في السيكل حيكون 30% وإكسترافاسكلر وكلامنا اليوم على قضية السيكل نقطة مهمة جدا في الدياغانوسيس إذا حصل أكيوت سيفير هيموليتك كرايسيس نفكر في قضية السيكل سيل أنيميا أنه بيحصل هيموغلوبين والاربي سيز والهيماتوكريت يحصل لهم صدن دروب النقطة الثانية مهمة طبعا جدا أنه ذا حيحصل لهو سيكل سيل أنيميا حيحصل على طول في الشهر الثامن الشهر السابع حيبهد حتبدأ الأعراض لأنه كان أول قبلها الهيموغلوبين F فحتبدأ البيتا تشين تطلع فإذا عنده دفكت في البيتا تشين معنى أنه حيحصل الأعراض في الامباند احنا اتفقنا أنه النظام حقنا 3-3-1-1-1 احنا اتفقنا أنه الثلاثة الأولى هيموغلوبين RPCs count والهيماتوكريت طبعا هيموغلوبين حيكون واطي الRPCs حتكون كمان واطية الهيماتوكريت حيكون واطي اتفقنا أنها أنيميا نروح نشوف نقرأ 3 markers الآخرين طبعا اتفقنا أنهم sudden drop اتفقنا أنه الثلاثة الثانيين MCV والMCH والMCHC كلهم دول normocytic normochromic بالتأكيد الRDW حتكون increase لو ما نروح نعمل عملية البلد فيلم اللي هو الواحد الثاني البلد فيلم حنشوف الآتي حنشوف سكل موجود حنشوف قضية الانيسو بايكلوسايتوزيز حنشوف عملية البوتشايب سل حنشوف تارجت سل وكمان حنشوف في البرفرال بلد إذا كان عنده الوتو سبينوكتومي حنشوف الهول جولي بادي كمان ممكن نشوف موجودة في البرفرال بلد الريتكلوسايت مفروض تكون increase لكن ساعات لو حصل إنه إحنا قلنا البولمرو اكتف اكتف فهو عاوز فوليت فلو الفوليت حصل فيه deficiency حيحصل عملية ميجالو بلاستيك وبالتالي حنشوف قضية الريتكلوسايت decrease طيب الآن في مراحضات مهمة جدا إحنا اتفقنا إن السيكل سل الأنمية هي نورموسيتك نورموكروميك صحيح لكن لو صادف إنه السيكل سل معها مايكروستيك معها عملية alpha thalassemia اور iron deficiency anemia حنشوفها مايكروستيك هايبوكروميك فهذه بس تكون في بالنا النقطة الثانية ممكن نشوفها مايكروستيك يعني مايكروستيك معناها إنه لو في فوليت deficiency فبالتالي هناك حيكون عملية حتتحول الخليا إلى مايكروستيك دي يعني ملاحظات تكون في البال فقط أيضا ملاحظات تكون في البال إنه في مريض السيكل إحنا حنشوف غالبا النتروبيليا ليش لأنه في انكريز في البون مارو اكتيفتي كمان بالنسبة للبليتلتس حنشوف الثلاثة ممكن نشوف نورمال وممكن نشوف ثرومبوسايتوزيز وممكن نشوف ثرومبوسايتوبينيا أكيد ثرومبوسايتوزيز لأنه لو حصل الأوتوسبليكتومي كل مخزون البليتلتس اللي في السبليل حيكون في السيركوليشن فبالتالي حيحصل ثرومبوسايتوزيز بالنسبة للثرومبوسايتوبينيا بالتأكيد لو حصل folate deficiency هيحصل عملية ثرومبوسايتوبينية فهذه أيضا تكون ملاحظة في البال الconfermatory test بالتأكيد الالكتروفريسس هيموغلبي الالكتروفريسس ونقول لنا نعملها بطريقة الكابلري الالكتروفريسس شايفين هنا الهيموغلوبين S 88.2 الهيموغلوبين F هيزداد شوية وكمان الهيموغلوبين A 2 هيزداد شوية طبعا واضح هنا ما في هيموغلوبين A لأنها هنا هوموزايغس فما في هيموغلوبين A خالص طبعا ممكن نلجأ للجينتكيستادي لكن الكابلري الالكتروفريسس that's enough طيب عاوزين بسرعة نعرف ما هو الدبل هيتروزايغس الدبل هيتروزايغس أولا في نقطة مهمة جدا لو منقول عملية هيتروزايغس مش دبل هيتروزايغس ما معناها إنه فيه inheritance لone defective gene from one parent سواء كان من الأب أو الأم حيكون يورثوا يعني فيه جين سليم وجين حيورث من إحداهم هذا نسميها عملية هيتروزايغس لو منقول دبل هيتروزايغس ما معناها دبل هيتروزايغس معناها أنه حيكون فيه توريث different defective gene يعني defective gene جاي من المذر و defective gene لأذر لأذر مثلا هيموغلوبين جاي من الأم زي ما هنا مثلا جاي من الأب defective gene اللي هو الهيموغلوبين S وجاي من الأم defective gene اللي هو الهيموغلوبين C فهنا لأنهم جايوا different defective gene نقول عليهم دبل هيتروزايغس النقطة المهمة جدا تخيلوا ما يحصلش سيكلينج حنا اتفقنا أنه إذا كان جين سليم بيطلع عملية الهيموغلوبين A بشكل سليم والجين الثاني حصل فيه mutation اللي هو هيموغلوبين S مش هيحصل سيكلينج كمان مش هيحصل سيكلينج لو كان الجين فيه عملية هيموغلوبين S والجين الآخر اللي هو قضية الهردثري بريزيستانت فيتا الهيموغلوبين النقطة الثانية أنه حيحصل مائلد سيكلينج لو ما يكون قضية الجين عليه defective اللي هو البيتا سيكل البيتا S وكمان عملية البيتا بلس للثلاثيميا وكمان حيكون عملية أيضا مائلد سيكلينج لو ما يكون عملية جين البيتا S اللي عليه جين defective اللي هو السيكلينج وكمان جين اللي هو البيتا A هيموغلوبين المودرة سيكلينج حيحصل كالآتي حيحصل لو ما يكون فيه defective جين اللي هو الجين السيكل وال defective جين آخر اللي سميناه عملية البيتا البيتا سي الدول سيحصل عملية Rotary cycling النقطة الثانية لو حصل عملية البيتا은 والبيتاD هيموغلوبين S وهيموغلوبين D سيحصل лعملية Rotary cycling لو كان في جين عملية هيموغلوبين S والجين الآخر هيموغلوبين Leibor سيحصل كمان Rotary cycling النقطة الثانية Severe cycling بالتأكيد احنا اتفقنا لو ما يكون hemozygous أنه هيموغلوبين S وهيموغلوبين S ده سيحصل سيفير لكن كمان حيحصل سيفير لو كان فيه معنى عملية الهيموغلوبين S والبيتا فلاسيميا مفيش معاه يعني الجين الآخر مفيش معاه عملية الجين حق البيتا خالص وكمان حيحصل السيفير سيكلينج لو ما يكون فيه معنى هيموغلوبين S وهيموغلوبين O اللي هو O عراء حيحصل سيفير سيكلينج آخر شيء وآخر محور نشوف المناجمنت للسيكل سي الانيميا أكيد محتاج بلد ترانسفيوجن يقطع بلد ترانسفيوجن النقطة الثانية بالتأكيد الفلويد مهمة جداً هنا الفلويد ليش؟ لأنه حتعمل نقطة الأولى ولو حصل الهيموغلوبين اللي موجود وهو تكسيخ رايحة الكدني نعمله غسل بقضية الفلويد النقطة الثانية مهم جداً ويعملوا كمان يروح يجيبوا عشان عملية يوسع عملية الفيزيكل عشان ما يحصلش عملية اللي هو اللي نقول عليها اللي تكلمنا عليها النقطة الثانية طبعاً في كل اللي استعرضناه في البازو اوكلوزف كرايسس بيكون مصاحبة فبالتالي تصوروا المرضى دول ماعد بينفعش معهم ساعات للمورفين وبعضهم بيصبح من كثر ما بيستخدم المورفين أصبح مدمن على المورفين لكن لابد أنه يستخدم له بالتأكيد لابد يعطى فولك أسد ويعطى كمان الآيان والفيتامين بيتولف ليش؟ لأن البون مره شغال البون مره شغال فيه هيموليسس على طول فالبون مره شغال فإذا ما كانش المصدر حق عملية الفولك أسد موجود اللي هو مصدره المخزون حقه قليل على طول حيدخل في ميغالو بلاستيك آنيميا فبالتالي بعدها حتى نستبعد قضية البلاستيك آنيميا وبالتالي الفولك أسد والآيان والبيتامين بيتولف لابد أنهم يعطوه بالتأكيد ساعات بيروحوا بيعطوا بعضهم الهايدروكسيوريا ليش؟ عشان نزود الهيموغلوبين F وبالتالي نحاول نقلل الأعراض على قدر المستطاع فيعطوه عشان فقط يزود الهيموغلوبين F على حساب الهيموغلوبين S بالتأكيد العلاج في المحاولات أنه يحصل اللي هو ستم سل ترانسبلينتيشن كنت معكم في هذه المحاضرة حول قضية السيكل سل أنيميا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته